اهلا بحضراتكم جديد شفنا ازاي الاهلي بيسير بكل هذه الخطة السابتة والمتسارعة جدا نحو اقرار دستور الاهلي يسعى الاهلي للتميز يسعى الاهلي للحفاظ على مكانته وقيمته ومسؤوليته في المجتمع تاركا الاخرين للكلام والرغي والهري وخلاص يتشتغل يتكلم بالزبط عشان كده قلنا في الفقرة دي هما ليه بقى ايه الطريقة اللي بيقوموا بيها الاهلي خلاصوا كل الشاعات لو قعدنا كده وركزنا الناس اللي بتقوم الاهلي وبتحاول تعيق حركته بيعتمدوا على ايه بعض المفسرين قالوا الاهلي محظوظ بهذه الاطراف لان هذه الاطراف بدلا ما تصلح نفسها واتطور حركتها وتقدر فعلا تنافس بجد وبقوة لا اتفرغوا لرجم الاهلي مش مشكلة هو يشتغل ده ده بقى كان نبشي تقول ايه الاهلي فوز بالحظ احنا بنفوز بالحظ انكم موجودين طيب تاريخيا دهان احنا بنفوز بالحظ